ترأست الدكتورة رانيا المشاط وزيرة تعاون الدولي الجولة الختمية للمشاورات لإعداد الاستراتيجية القدرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2021 وحتى 2026 والتي تأتي في إطار الشراكة الوطيدة مع البنك الدولي استعرضت المشاط الإنجازات التي تمت في إطار الاستراتيجية القدرية مع البنك في الفترة من 2015 وحتى 2021 وكيف عززت خطة الحكومة برنامج مصر تنطلق 2018-2022 والذي نجحت الحكومة من خلاله في إنجاز برنامج إصلاح اقتصادي ساهم في تدعيم أسس الاقتصاد الكلي وتحقيق تنمية محورها المواطن المصري